موسيقى تاني شهوة شهوة ربح النفوس في واحد هيقول لا دي صعبة بقى هو أنا لسه توبت هو أنا عارف حتى أربح نفسي ولا أغير في نفسي صيام الكبير موسم تغيير موسم توبة لكن تلاحظوا آخر ثلاث أحد السامري بتاعت الحد اللي فات والمخلع بتاعت الحد الجاي والمولود أعمى بتاعت الحد اللي بعده الثلاثة بعد ما داءوا المسيح وهم لسه عزيروا لسه حياتهم بدائية جدا من الناحية الروحية الثلاثة شهدوا عن ربنا الثلاثة تمنوا أن الناس كلها تعرف المسيح الثلاثة حبوا أن كل الناس تدوق اللي هم دقوا يبقى ما تفتكرشك منك لسه ملخبط وبعيد ولسه عاوز تقول يعني ده أنا هحط رجلي على أول السكة أن ما ينفعش تشتهي أن الناس تعرف ربنا بالعكس أنت في أحلى وقت تشتهي أن اللي أنت هتدوق كل الناس تدوق السامريا أول مدائط ربنا قالبت الدنيا عشان تجيب الناس كلها وهي ما تعرفش تجاوب على الأولى سؤال مش حفظة ولا آية تعرفش حتى أبهنا اللازي المخلع راح قال للناس يسوع شفاني أول ما عارف أنه تسمو يسوع المولود أعمى فضلوا يحكموه ويقرروه مين اللي خليك تفتح ما كانش عارف حتى اسمه أول ما عارف اسمه بقى فرحان جداً يقول لهم لا ده مش مجرد نبي لأنه مفيش حتى نبي عارف يخلق عينين الأعمى أنا تولدت أعمى وقامن بابن الله وشاهد لابن الله وكان عاوز يربح الناس لابن الله إذن شهوة ربح النفوس هيئة ببساطة أي حد يحب الناس أو يحب ربنا هيشتهي أن كل الناس تعرف ربنا واضحة؟ بتحب ربنا مفيش حاجة تفرح ربنا قد الناس ترجع له بتحب الناس مفيش حاجة تفيد الناس قد ان الناس ترجع له فهتلاقي نفسك أول ما شهوة روحية تتحرك فيك على طول شهوة ربح النفوس هتم لقلبك هتبقى فعلاً عايش كل اللي يشغلك ياريت كل الناس تعرف ربنا وترجع له وياريت كل الناس تدخل السام هو فيه أحلاماً كده تعالوا نعيش مع الفكرة دي أول مبدأ خلاص النفوس أكل الخدام يعني إيه أكل الخدام في كلام ربنا يسوع في موضوع السامرية تعرفين الحوار طويل قوي وبعدين في آخره مسافة ما التلاميذ رجعين جايبين أكل للمسيح كانت السامرية خلاص خلاصت قعدتها فرحانة قوي فإيه جريت ثابت الجر عشان تجيب بقى كل شعب السامر فهما جم طبعاً مش رح جيبهم منظر إنه كان فيه سامرية بتحكي مع المسيح لأن شكلها مش حل لخبط كده قالوا له يا معلم كل هما رايحين أساساً مشوار ساعتين تلاتة يجيبوا أكل ورجعوا والمفروض إنه قعد لوحده طلع إنه كان بيحكي مع حد فقال لهم طعامي مرضوش يأكل أو كأنه شبع طعامي أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله يعني إيه أنا شبعت شبعت بإيه أنت من الصبح ما كالتس وأكيد جعان وهفتان طب إحنا كلنا أول ما اشترينا كلنا ده معناه يا جماعة أن رباني يسوع بالنسبة له إنه واحدة زي السامرية تتوب أو تعرف المسيح أو خلاص الماضي ينتهي ونبتدي صفحة جديدة ده أحلى أكلة ممكن يا كل ده اللي ربنا عاوزنا كلنا نقوله فهمين ده اللي مفروض يحركنا كل التلاميذ عايشوا كده بعد كده كلهم بقى ده شعرهم هم التلاميذ اللي كانوا مستغربين تسأل بطرس ولا يعقوب ولا متى هم كلهم بقوا يقولوا طعامي أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم طب إيه مسيئة ربنا أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون كمل بقى المسيح كمال كلامه وقال لهم أما تقولون أنه يكون أربع شهور عشان يجي الحصط طب بصوا بعينيكو كده طب ما هي الحقول كلها بيضت للحصط قال لهم الحصط بيبقى فرحان ليه بيعمل الحصط عمالي لم قال لهم اشتغلوا الشغلة دي تعالوا نلم نفوس عشان تفرحوا الحاصط يجمع صمرا للحياة الأبدية إحنا كلنا قاعدين يومين في الدنيا أنت مكسبك الحقيقي طالع من الدنيا دي معك كام نفس أشيت كام واحد كسبت كام بني آدم وانت داخل للمسيح تقول لهو شوف الناس دي كانوش يعرفوك جبتهم لك يجمع صمرا للحياة الأبدية يفرح الزيرع لأن في واحد ممكن يكون رمل بزرة بس ما شافش النتيجة ويفرح الحاصط اللي جاب النتيجة على الآخر واحد يزرع آخر يحصد إنما أنا أرسلتكم لتحصده ما لم تتعبوا فيه تاني معنى مهم خلاص النفوس كنز الخدام يعني إيه كل الناس بتحب بتحوش في الدنيا للأسف وكل الناس عارفة كويس إنها هتسيب تحويش الدنيا وتمشي أو التحويش هيسيبها ويمشي وهي عايش ما فيه سيناريو من اتنين يلي حوشته يطير منك وإنت شايب بعينك وبتتحصر يأنت بتطير منه وفي الحالتين بتتحصر لأن اللي انت حوشته يسابك يسيبته ولا حد بياخد كل الكنوز معاه ما حد بياخد تحويشته معاه طب التحويشة الوحيدة اللي تطلع بيها تاخدها معاك هي النفوس الناس ده كنزك الحقيقي ده رصيدك الحقيقي وانت خارج من الدنيا وللأسف فيه ناس بتخصم من رصيدها يعني ايه بتطير نفوس مش بتكسب نفوس فيه ناس بتعمل كده طول ما هي عايشة عمالها تخلي ناس تكره ربنا او تبعد نفسها عن الكنيسة بسلكها بطريقتها العصرة فانت عملت خسار ايه ده انت نفلس اساسا وفيه واحد لا حريص انه يكسب كل اللي بيتعامل معاهم عشان يدخل معاه كنزة قديس بولس كان فاهم كده فبيقول يا اخواتي المشتق اليهم يا صروري يا اكليلي يعني ايه يا اكليلي يعني انتو بولس بيكلم عن ولاده لان ولاده دول كانوا وسانين اغلبهم وبقوا مسحيين هم دول اكليله هم ده رصيده هو ده الاجر اللي ربنا هيكفق عليه عياله اللي عرفه المسيح عن طريقه اول اية تانية تقول انتم رسالتنا مكتوبة ومعروفة ومقرؤة من جميع الناس انتو شغلتنا او لا تكنزوا كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصدق حيث ينقوا بالصارقون واسرقون اكنزو كنوز في السماء 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 مفهاش حرامية والسماء مفهاش سوس وصدق يبقى اول فكرة ربح النفوس اكلتك انتو خدها الاكلة الحلوة بتاعتك نفس تحب المسيح عن طريقك الكنز الحقيقي ليك صروتك شخص يتوب بسببك او يؤمن بسببك خلاص النفوس فرح الخدام الناس عموما بتفرح لأسباب كتير او اشهرها الفلوس والملزات يعيما بيفرحوا بمكسب يعيما بيفرحوا بأكلة يعيما بيفرحوا بشهوة رادية يعيما بيفرحوا بالانتقام دي الملزات او افرح الدنيا لو انت فاهم الدنيا صح لو فاهم الحقيقة صح مفيش حاجة تفرحك غير انك تكسب الناس كلها ده اللي يفرحك بجد لانه مفيش حاجة تاني ممكن تبسطك غير كده هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب اكثر من تسعة وتسعين بار لا يحتاجون الى توب انت رايح السماء بتتبرمج على السماء هما اللي في السماء دول بيفرحوا باي واحدة زي امنا العدرة تفتكروا يفرق معها التماجيد احنا بنحب نمجد العدرة طبعا حلو حب ليها ويا امنا بس ايه اللي يفرح امنا العدرة ما هي ام وعيالها بالملايين في العالم بيعتبروها ام الكل لانها ام كل حي لان ابنها مصدر الحياة ايه اللي فرحك يا عدرة كل الناس تعرف المسيح اذا العدرة بتفرح بيك جدا لما تخدم بزمة طب ما ريجر جس يفرق معا ايه هيحتاج فلوس بالسماء ولا ياخد منصب رئيس اركان مثلا خلاص هو وصل السماء بفرحان بس ايه اللي يفرحوا في حاجة بتفرحوا ان في ناس تعرف المسيح طب ما هو ده اللي يفرح اذا انت مش بتفرح بس ربنا ده انت بتفرح والقدسين والشهداء كل دول بيفرحوا بكل شخص باي عيل صغير يدخل الايمان او يتوب لدرجة بولس الرسول في فليبي لما كان مسجون في ناس للأسف استغلت فترة سجن بولس انها تعلم افكار غلط عن بس بتقدم المسيح بس الفكر غلط ما هو فيه بدع في كل جيل في كل زمن حتى من القرن الاول فيه تعاليم بتبقى مش مستقيم فبولس كان مسجون مش قادر يرد عليهم ومش قادر يشتغل في الكرازة انا اقول لكم حاجة انا بسمع ان هما بيبشروا بالمسيح سواء كان بعلا ام بحق ينادى بالمسيح بهذا انا افرح انا بافرح انه في ايه ناس بتتكلم عن المسيح كده كده حتى لو فيها حتة نقصة وماله مش احسن من بلاش بهذا انا افرح يبقى انت اذا كنت غرضك كل الناس تعرف ربنا هتفرح بكل اللي بيتكلم عن ربنا فرحتك ان في ناس بتعرف المسيح باي طريقة كل دا يصب في ايه يبقى خلاص النفوس دا اكلك خلاص النفوس دا كنزك خلاص النفوس دا ايه فرحك خلاص النفوس دا هدفك اي خادم مضبوط تسأله سؤال عايش ليه هي اجابة وحدة اروح السماء واخد معايا ناس او اجيب ناس للسماء وادخل على حسهم اي انكات الاجابة مفيش هدف تاني لو انت فاهم صح بقى ومدبرمك صح مفيش هدف اخر طب والباقي الباقي هيجي لوحده العيل هتيجي لوحده الخير هيجي لوحده هذه كلها ايه تزاد لكم مش مفروض تركز فيها كتير كل الشغل هيمشي هيطلع وينزل زي كل الاشغال الصح هتطلع وتنزل لغاية ما تنزل خالص معلش وليكن عادي مفيش حاجة غريبة لكن اللي شغلك فعلا انك تكسب الكل يقول الخديس بولس أبولس أم أبولوس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة كل شيء لكم يعني ايه كل حاجة بتحصل في الدنيا غرضها الناس ترجع على ربنا بس اللي يفهم فإذا كنت انت بتفهم كواحد قربت من ربنا وفهمت ربنا بيعمل ايه هتبقى مستوعب الخدام عشان الناس ترجع المشاكل عشان الناس ترجع التجارب عشان الناس ترجع السياسة ساعدت تحرك عشان الناس ترجع على ربنا كل حاجة بتحصل من أجل هدف واحد ربنا بيحرك كله لعل الناس ترجع بس مش هيكبرهم برضو كل شيء لكم وأما أنتم فل المسيح والمسيح لله مرة تاني بوليس يقول إذ كنت حرا من الجميع بوليس كان حرا في الأول على فكرة قبل ما يتسجن ويتبهدل وكده كان راجل غني ومبسوط وروماني وحاجة فل قال أنا استعبدت نفسي للجميع بقيت عامل زي عبد لكل الناس ليه لأربح الأكثرين صرت لليهودي كيهودي عشان أكسب اليهود للي ملهمش في اليهودية كأني مش يهودي عشان أكسب اللي ملهمش في اليهودية واللي ملهمش نموس خالص كأني من غير نموس زي الملحدين مع أني ليه نموس يعني إيه أنا ما بغلطش أنا مرائب وسيط ربنا لكن كأنه ما فيش نموس لكي أربح اللذين بلا نموس صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما تاخدوا بالكوا كلمة أربح في الآخر تقالت كلمة إيه أخلص فهمتوا الفكرة يبقى أربح أو أخلص هي نفس المعنى هي دي شهوة الإنسان الروحاني أنه يربح أو يخلص على كل حال قوما يكسب بيرمي الشبكة هنا يطلع بسمكتين يرمي هنا يطلع بمئة سنة كله حل بس نكسب نطلع بنفوس يكلم ناس تايبين يشجعهم على التوبة أكتر يكلم الناس مش تايبين يشجعهم يبتدوا التوبة يكلم ناس مش مؤمنين يقول لهم تعالوا نؤمن يكلم ناس مؤمنين يزود إيمانهم المهم يكسب وخلص عشان يربح أو يخلص على كل حال قوما بولس عد على فبفترة كانت متأزمة جدا في حياته وقال فيها يأسنا من الحياة تعب جدا في وقته قال بس أنا اكتشفت أن ربنا ساعاتي عايسنا عيشة ملوكي ريئة عشانكم وساعاتي بهدلنا آخر بهدلة عشانكم فقال فوق أو تحت هو كله ليكم لأنه عايش عشان نكسب نفوس فيقول إيه إن كنا نتضايق لأجل تعزياتكم وخلصكم أو نتعز فلأجل تعزياتكم وخلصكم فهمنا بصول الآية كده يعني نتضايق عشانكم ننبسط عشانكم إحنا ربنا بيشكلنا من أجل خلاص الناس مصلحة الناس الروحية هي اللي بتخلي الخادم يطلع وينزل يعني ممكن ربنا يدخلك في محنة شديدة عشان تقدر تعزي اللي هيعده على المحنة دي وليكن وما له رب بس نكسب ناس أو يخليك قوي ورايق في فترة عشان كل طاقتك تروح لخدمة الناس وتربح نفوس كالترخيره برضو فأيا كان وضعك في الآخر مصلحة الناس مرة تانية يقول اسمها غاية الإيمان يعني إيه كلما إيمانك يزيد حتى كلما ينصب بتركيزك على خلاص النفوس فيقول خديس بطرس نائلين غاية إيمانكم خلاص كلنا عندنا إيمان وكلنا إيماننا إلي مفروض يزيد كلنا عشان إيمانك قد كده تركيزك على خلاص النفوس قد كده لو إيمانك بقى قد كده هتركز في خلاص النفوس قد كده لو إيمانك زاد قوي هيبقى ما فيش حاجة في دماغك غير خلاص النفوس دلوقتي بيفرق نوع الأكل والشرب والمشاكل والهموم لأن إيمانك لسه كده فأنت بتخدم وعاوز الناس تعرف رب بس قد كده لكن كلما الإيمان استوى كلما ما ببقاش في حاجة تاني غير كده غاية إيمانكم خلاص النفوس لما بترس استوى شوية شاف المركب كلها تمالت سمك من ما فيش والليلة كلها ما فاش سمك وقبلها بليلة كان شفاله حمايته وأهل قريته كلهم إيمانه زاد قال له تشتغل معايا صياد ناس إيه رأيك مش شفت الحكاية سهلة إزاي مش شفت أنا ممكن أبسطك قد إيه ما تسيب بقى قدر يسيب لما إيمانه زاد ساب الشبكة وساب المركب وساب السمك وقال أنا عجباني الشغلة دي هشتغل معاك صياد ناس بس لما إيمانه زاد حتة عارف قيمة الخدمة عارف أنه ياريتني طول عمري بخدمك ياريتني من زمان اشتغلت معاك الشغلة بتاعتك دي فات كتير قوي ما كنتش مركز كنت مركز في نفسي وانجز واعمل وفي الآخر طلعت أوهام ما كنتش مستهلة ده كل لما الإيمان بيزيد خلاص النفوس بيملد دماغ إذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت يبقى لما الإيمان بيزيد الواحد بينطأ بيقول ما فيش غير ربنا هو كل حاج اللي هو ده المفيد هو ده المهم اللي مفروض نركز فيه كمان يا إحبائي خلاص النفوس علامة الحب قريب كان معنا مجموعة ده كترة في بلد منهم ناس هنا يعني وبعدين دكتور قال لي كلمة جميلة قوي قال لي من كتر محبيت الناس الزنوك دول ما بقتش بس قادر أعالج بتفلت مني وبكلمهم عن ربنا خايف ما شوفهمش تاني طب أنا عالجتهم وشفتهم وخدمتهم كسبت يعني رصيت في السماء على حس خدمتهم لأن ربنا بيقدر قوي الرحمة دي بس كان كان أهم من ده كله كنت عاوز أقول لهم ما تحبوا ربنا بقى ما تعرفوا ربنا بقى إذن هنا لما بتحب الناس بتبقى على لسانك عاوز تتكلم مش قادر تسكت لأنه خايف الشخص اللي قدامك ما يكونش في بكرة ما يكونش موجود بكرة أعرف واحدة ست في أمريكا الإنجليش بتاعها تعبان جدا وكاد بتشتغل شغلة كده على قدها إنما كانت جريئة جدا في الكلام عن ربنا كل اللي حواليها من شرق آسيا ومش عارف إيه وهي ما تعرفش تقول جملتين إنجليزي يعني إنها يعني إيه ما يعرفوش المسيح لازم أكلمهم يا ست ممنوع الكلام في الشغل ممنوع إلا مش ممنوع ولا فارق معها يرفضوني بس لازم نقول لهم حاجة يا أنا همشي يا هم هيمشوا بكرة الحياة أنا كنت معجب بيها هي فهمة صح هم الناس دول لو مشوا يعني طب مين هيرجعهم تاني ولو هي عمرها خلص طب إيه قيمت عمرها لو ما كسبتش الناس من دول إحنا يا ما تعملنا مع بشر ما كانش على بالنا أساسا مصرهم الأبدي لأننا ما كناش بنحبهم كفاية لو كنا بنحبهم كفاية كنا هنبقى قلقانين عليهم طب بكرة يروحوا فين من غير مسيح هيوصلوا لإيه لو إحنا فاهمين السكة صح طب ليه ما بنحكيش عن السكة ده أنت لو عارف سكة مشوار مهم فيه ناس بتعاتبك وتقولك ما قلتلناش على السكة ليه عشان نكسب زيك طب إحنا بنتكلم في الأبدي معقول ما تقولش للناس على السكة دي يقول خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى السوب المدنس من الجسد يعني لو وصلت إنك تخوف واحد من عيشته الغلط وماله خوفه بس انقذه ما فيش مالع إنك من حبك في شخص تقوله يا ابني حاسب لاحسن هتهلك لأنه الكلام بجد ما هواش كلام كده وكده فيه نار أبدية بجد وفيه نعيم أبدي بجد وإنت اللي بتختار أختم ما أقول شهوة ربح النفوس هي علامة الروحانية الحقيقة لو إنت شخص روحاني كل حاجة هتصغر في نظرك إلا حاجة واحدة هتكبر قوي إنك عاوز تفرح ربا عاوز تكسب ناس قبل ما تمشي عاوز تعمل أي حاجة في الدنيا عشان كل الناس تعرف ربنا لإلهنا كل مجد وكرم